موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم بذرة كثيرا ما نلاحظ في الشارع وفي الحضائق العامة سيقان الأشجار مطلية باللون الأبيض فنتساءل عن السبب وما هي فائدة هذا الطلاء للأشجار دور هذا الطلاء هو حماية الشجرة من بعض الأمراض والآفات وبعض الظروف المناخية القاسية فمثلا بالنسبة لهذه الشجيرة وهي شجيرة ليمون فهو يساعدها في هذه المرحلة على المقاومة ويعتبر بمثابة درع واقي لها ويحميها من الكثير من المشاكل أولها أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف ونعرف أن اللون الأبيض يعكس الأشعة والحرارة فتبقى ساق الشجيرة أو الشجرة محافظة على رطوبتها وحيويتها لذلك نتجنب إضافة الملونات مع الطلاء ونتركه باللون الأبيض وطبعا أصدقائي المادة المستعملة وهي الجير وكلنا نعرف حيث كان يستعمل في طلاء البيوت وهو مادة طبيعية غير ضارة بالبيئة عكس الصباغة الزيسية والتي قد تؤدي لموت الشجرة حيث تمنعها من التنفس الجير يحول أيضا دون انشقاق اللحاء كما يبعد الحشرات الضارة كالنمل الأحمر وتلاحظون الهجوم الذي شنه النمل الأحمر على شجرة المشمش خلط أو مزج كبريتات النحاس مع الجير وطلاء سيقان الأشجار به يعتبر مبيد فطري جد فعال بالنسبة للوقت المناسب لإجراء هذه العملية هو بداية الصيف أو مباشرة بعد نهاية موسم الأمطار وهي عملية غير مكلفة لا تحتاج أن تقوم بها إلا مرة واحدة فقط في السنة لكن فوائدها جد عظيمة أتمنى أصدقائي أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو القصير لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر